كويت اليوم تقف موقف مصيري يتحدد بمستقبل البلد وتنميتها وأمنها وقدرتها على التطور والتقدم على الكويتيين أن يحسنوا الاختيار على الكويتيين أن يضمنوا أن من يصل يستطيع أن يمثلهم التمثيل الصحيح اليوم الشعب الكويتي أمام اختيار صعب لاختيار أعضاء مجلس الأمة في المرحلة القادمة ولذلك هذا الاختيار يجب أن يكون على أساس القوة والأمانة يجب أن يكون على أساس وجود رؤى وتطلعات عملية لمعالجة عدد من الغضايا الرئيسية ومن أبرزها قضية التحدي الأمني الداخلي والخارجي والذي يطلب أن يكون للشعب كلمتها ويكون للشعب مقترحاتها